بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إليه ضيف فسأل زوجاته أمهات المؤمنين هل عندكم شيء فقالوا ليس عندنا شيء إلا الماء فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله وأخذه هذا الرجل الصحابي إلى بيته ولم يكن في البيت طعام إلا يكفي له ولزوجته ولأبنائه طعام قليل جدا فقال لزوجته أطفئ الصراج يعني تصنع أن الصراك به مشكلة حتى يكون الجو معتما حتى نمكنه من أن يأكل ويشبع ولا داعي لأن نأكل نحن وفعلا بات الرجل وزوجته على الطوى باتوا جائعين والأبناء لم يأكلوا شيء حتى أكل وشبع وفي الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم بضيفكم البارحة لقد ضحك الله من صنيعكما سبحان الله هذه أعمال عظيمة جدا وهي أكرام الضيف والحقيقة الإنسان كلما يحسن مع الله عز وجل كلما يعطيه الله أكثر فربنا عز وجل هو العاطل الكريم والحقيقة من أحد مقاومات البركة في البيوت هي أكرام الضيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والحقيقة قيل أن نزل الآيات في شأن هذا الرجل المبارك وزوجته عندما فضلوا هذا الضيف وأكرموه وأطعموه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني يؤثرون على أنفسهم يفضلون الآخر لله سبحانه وتعالى ولو كان بهم خصاصة يعلموا محتاجين لهذا الطعام جدا وإكرام الضيف ليس بالطعام والشرف فقط لا ممكن يكون إكرام الضيف بالبشوش الوجه المبتسم والكلمة الطيبة وأن تريحه بكلمات جميلة وربنا عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والحقيقة أن الإنسان لما يتعود إكرام الضيف وتتحقق البركة بالبيوت الأبناء كمان بيتعلموا هذه العادات الجميلة هذه الصفات العظيمة لما ضاعت من البيوت ضاعت البركة لما تكون البيوت فيها إكرام ضيف وفيها ذكر الله وتلاوت قرآن وفيها طاعات يكسر بها الملائكة وتكسر بها البركة إنما البيوت التي تنطلق بالمعاصي ولا يكرم فيها ضيف ولا يطعم فيها طعام فتخرب ويكون منبت لنمو الشياطين فيها الأمر الآخر وهام جدا وهو أن الإنسان المفترض يتخير الزوج الصالحة لأنها تعينه على طاعة اللي عز وجل فلو لم تكن هذه الزوج الصالحة لما حدث هذا الخير العظيم إن شاء الله وبعدين الفقاء يقول لك لما يكون مثلا لك قريب أو يكون يأتي لك مسافر بيوته عندك حق يعد ميل على الأقل إن كان البيت طبعا ظروف البيت تسمح دون وجود أي اختلاط مزموم شرعا فكل هذه تؤدي إلى البركة والراحة النفسية وربنا عز وجل يقول ما عندكم ينفز وما عند الله باق وأن الجزيان الذين صبروا أجرهم بأحسن ما تانوا يعملون